اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول الرئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات الاخوية المتينة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال ما تستند اليه من تاريخ ممتد بين التعاون الراسخ على كافة المستويات وتميزها في مختلف المحطات والتي تشهد مزيدا من النمو والتنسيق المشترك في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الاسعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله منوها سمو بهمية مواصلة تعزيز سبل التعاون الثنائي على كافة الاسعدة بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يحقق مزيدا من النماء والازدهار في مسار العلاقات المتميزة بينهما جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم معالي الدكتور محمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومعالي محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بحضور معالي الشيخ سلماء بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وذلك في إطار زيارتهما لمملكة البحرين للمشاركة في ورشة السلام من أجل الازدهار التي تستضيفها المملكة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث رحب سمو بهما ونوها بالتعاون الثنائي المميز بين المملكتين الشقيقتين ووقوف المملكة العربية السعودية الشقيقة الدائم إلى جانب مملكة البحرين وتعزيز التعاون بينهما بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين من جانبهما أعرب معالي الدكتور محمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومعالي محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام دائم لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية